بين جنابات عربات القطار القديم نحكي لكم قصة سكة المحطة الحجاز المحطة التي كانت تنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المدينة المنورة حيث كانت المحطة الأخيرة في رحلة قد تستغرق نحو أربعة أيام بعدما إن كانوا قديما قبل عربات القطار يقطعونها في أربعين يوما هي النشأة كانت عام 1900 فكرة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بدأ فكرة الإنشاء محطة سكة حديد نقل الحجاج إلى الحجاز أخذت تقريباً هذه من 1900 إلى الافتتاح 1908 وبدأ الافتتاح من دمشق إلى المدينة المنورة ب1320 كيلو تحت هذا المبنى تعيش روح الماضي وجمال الحاضر عربات قطار الحجاز التي قطعت آلاف من الكيلومترات عبر قطبان حديدية تم تصميمها بجودة عالية قبل مئات السنين ورغم أن القطارات قد توقفت عن إطلاق صافراتها ولكن المكان قد تحول إلى متحف يحكي قصصاً لجيل يتلوه جيل أكبر متحف مساحة في المملكة أتوقع في المدينة لأنه مساحة كبيرة جداً 92 ألف متر وبقرب الحرم لا تنسو يعني يبعد عن الحرم تقريباً بمقارب 350 متر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حولت هذا المكان إلى متحف يحتوي القطارات والعربات القديمة وبعض الآلات التي استخدمت في تسجير لحلة القطار وجعلته متاحاً للزوار وحافظت على الهوية والتراث العمراني بتفاصيله القديمة سعود الحربي الإخبارية المدينة المنورة